موسيقى موسيقى عزاء المشاهدين مثل ما عودتكم بقناة صراح الدين على نقل الواقع النازحي في مدينة تكريت اليوم لدينا جولة أخرى في مركز مدينة تكريت في إحدى العمارات السكنية لنقل معاناة النازحين والمشاكل التي يعانون منها تعالوا معي عهبت المشاهدين لنطلع أكثر على واقع هذه العوائل النازحة موسيقى السلام عليكم السلام عليكم حجية شون تشيوم الحمد الله على سلامتك شونكم بعض الحمد الله شلوكم يا الله يسلمك مارك الله بيج حمد الله على سلامتكم قبل كل شيء 소راكم العفيك وسيوجد لدي ينازحة من يمكان نازوية يشقد صار لكم نازحين الله صار أنه خمس تشهور ستة شهور نعم أيب أبما ماذا نوضعكم هنا بداخل مدية التكريب؟ والله الحمد لله وضع موحين الحمد لله وأني أنا أشد المحافظ عندي هذا ابني يتسوي عمليات ويقدم على الصحة ويكمل ما يقدر يشتقل ويسوي عمليات شايلة طحال ومدرشة للنوب ومريض نحن قبل مناشدتك أريد أسمع منك يوم وابعش الصحي شلونا شلو اللي عندي شمن الأمراض والله عندي من الأمراض عندي صدري وعندي سكر وعندي مكسورة ومرتين سوات عملية وموانز حمد والحمد لله أعلى وعلى الله والحمد لله والله ما أجعد أخذ ما أجعد أخذ علاجات ما أعند شيء تأخذ لا أراتب لا شيء والحمد لله وأنا هذا مني أي شيء مركم دارة الوجر المهجرين هنا سئلوا عليكم تفقدوا أحوالكم لحد مرنا وسجلت هذا مرت المنحة بيمن جينا ولحد الآن محرم ما طلع لشيء محرم أي مساعدات أخرى من منافمات إنسانية أخرى ما حد قدم لكم أشياء مواد غذائية مواد غذائية نستلم نمكن ثلاث مرات أربعة وخير همارك وكافئة الحمد لله نحن نريد الناشد المحافظ المحافظ نريد الناشده نقوله تدحج علينا يعني هاي المنظمات النسانية المنظمات كلها ما جاءت مرنا لي جاي أحد جاءت مر لي جاي ونطالبوا تشوفوا لنا حال يعني هاي العمارة اليمنى بلاش هاي العمارة جاءت ندفع أجار بس على هالكريم عايشين ماذا قد أجار هاي أجار احنا ماجرين 150 150 وما عندك وارد مالي يعني مثل لا لا ماك لا لا ماك شونا ممشين أموركم بعد بيش حاليا والله على هالناس الخيرين مقدمو لكم مساعدة يعني مو مرات اي والحمد لله هاني بسوي عمليات شاي لطحالة وشاي لكياسمائية وشغلتي هذا العصحة قدمت على العصحة أخذت فايلي قالولي منصحت وديع الفايل على المحافظة بالمحافظة قالولي تتراجع وراء 15 يوم راحت على المحافظة اختفى فايلي ما عارف اختفى ما اعرف ان اخذ غير اسم ما ادري بس من المحافظة قال راجعني راحت وما لقيت الفايل الفلاة كلهم موجودة قدموا ويايا قال الفايل الوحيد ماكم ولاش دل المحافظة بمازن يعني يدحج علينا السلام عليكم شونك حجي شون عافيتك حبدالله على سلامتك الله يسهل معك عمي نازع ان شاء الله جنابك ايه وراء من يا مكان وراء نجيني التكريت تسمحني نقدان وياك هنا ايه تفضل حتى نشرف السري حمي العزيز يونة linearly اجري كلها مية وخمسين سوى ممتين شقة هاي والله عندي راتفة ما طالعان عندي حالي للطبيع عندي حالي نفسي وعندي قصر النظر ايه محب المصر كامل الدهنية ايه نعم ما قدر اشتمل ايه والله اخ والله هاي طيني ايه ايه مشتر ايه مشتر لا والله لا والله مشتر كله مشتر والله تغرض القرطة الايجاب هاي ناس ما المجارب ولي وناس ما الحالة نفسية هاي ما المجارب ولي وهاي وهان راحة والله شوح ما تجيب لي ليش العلاق طيب طيب هاس عمي قريد اشوف يعني بالنسبة الوضعك شو نتدبر الحالة الماتية اتنا مراجعتك للاطبال المستشفيات والله قرطة قرطة بعت من اخوتنا وبعت من صديقنا ايه اكت الهجر والمهاجرين مرواكم سألوا عن حالكم وضعيتكم قدموا لكم مساعدات قدمت لا والله ما احد مرنا لا يعني اول ما اجينا طبان هانطاني كنا بطلان ماء ثلاث كيلوات شكرة يعني الله يعني منجينا بالشارع نبعد ما مهاجرين ولا شي وثلاث غواطنا معجون صغار وكنا بطلان زيت من ثلاثة وتبمنات بطلان خمس كيلواتها اول ما اطبعنا هائية بعد من طالنا وانا من طالنا كلشي ما احد ما احد قد نروح نغدي ما احد ينظينا كلشي المناخ المالية قدمتوا عليها يعني قدمت عليها 450 وما حصلت كلشي ذبيت ملنا شهر الرابع والله ريد المساعدة احنا مواطنيين وتعبنا وراحت وليدنا والله بالقشامات جسمه وحسيراتنا راحت ومعدنا كلشي عدد اطراض الاسرة الموجودين هنا بداخل هذه الشباب احنا حاليا هالساعة احنا كنا 9 ابني راه 8 اشهر على اولاد موجودة ان شاء الله ايه موجودة بس ها بعدها ضغط والله مريضة هذا هامل علاج اذا شوفك هي امال الضغط ان شاء الله هي بيكم البركة ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله خيمة هل بيت هذا ان شاء الله وان شاء الله ترجعون سالمين غالمين الى الدي Lösاء الله يسلمك الله يسلمك ويعزك يا اهل ابيك أحبة المشاهدين لا زالت جولتنا اليوم في مدينة تكريت لننطلع أكثر على واقع النازحين في هذه المدينة والمعالات اللي يعانوها اللي لهم أو عدهم حالات إنسانية أو حالات بغرفية لنطلع أكثر عن واقع هذه العائلة السلام عليكم عليكم السلام شوفوا بعد شوفوا بعد والله نشوف هاي هو رايتنا هالتلاف بأنسجل الدماغ ومن جتعة الدنيا نركض ومعد يعني نتفرق وما عدنا إحنا إمكانياتنا ما الساعد شخص هاد الدكتور وقال عنها تلاف بأنسجل الدماغ ما موجود بس بكاركوك وإحنا ما نقدر يعني حالتنا ما الساعد لازم كل ثلاثة شهر وهس إحنا حاليا أخذنا لها صارنا جي ستة شهر ما قدرنا نجيب للعلاج غالي يعني العلاج ما لها غالي والله عنده شي شون البسطة يبيع بيها ما عدنا راتب والله ما عدنا والله والله مساطر غير وينعيشة لا والله كل شي ما أخذنا أي حق من حقوق يعني إحنا نازحين نسج لا والله سجلنا بس ما حدا نطعنا لا والله لا والله بس منتجلنا بكاركوك يجونا وقالونا على أساس يشوفون حالتها يعرضوا على اللجنة بس ما أخشفناهم بعد نجوا وراحوا شون وابعيت حبيبتي شون وابعيت شون وابعيت مساعد وحمة شو مشوك حمة مشوح وابعيت شون حبيبتي ولا أبوي سينا ميت كاعد صابح لا والله ما حاجانة لا والله ما قدمنا بس منتجلنا بكاركو قدمنا على حالتها زارتنا اللجنة وقالو إن شاء الله سيصير خير وبعد ما شفناهم أعزاء المشاهدين في خترم جولتنا لهذا اليوم على النازحين وعلى العمارات اللي يسكنها النازحين لنا جولات أخرى إن شاء الله مستقبلية إن شاء الله لكن لدينا مناشهدة للسادة المسؤولين بالمحافظة لدينا مناشهدة للسيد المحافظة لرئيس المجلس لأعضاء المجلس للمنظمات الإنسانية لدعم هؤلاء النازحين لدعم الحالات الإنسانية أو الحالات المربئية التي تحتاج إلى العناية تحتاج إلى كذلك مناشهدتنا إلى دارة الصحة الصلاح الدين للنظر لهذه الحالات ومساعدتهم فيما يخص موضوع العلاجات فيما يخص موضوع الحالات لنا جولات أخرى إن شاء الله تقبلوا تحياتي وتحياتي الكادر إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة